الضواغر اللي شفناها المو غير طبيعية شو هي الضواغر الغير طبيعية؟ يعني نشوفها بالفيسبوك يعني سوالة موحلوة يعني حققتها ما هي المشكلة والمصيبة هي في شخصية رئيس مجلس النواب رئيس مجلس القباء قاعد في إيباكانية ودافع عن الهيئة والمؤسسة القبائية ومقب مكانوة علق عمل المحاكم بتعليق العمل جناب القاضي كهذا قانوني ودستقرار؟ مئة بالمئة طبعاً هو احتجاج ومن حقاً يسوي شيء إذا يهاجمون قائناً من يكون ومعما كان هدف لبيل وما يقدر يهاجم القباء بهذه الطريقة يعني شاني يسلموا الزبل وفايق زيدان فايق زيدان أنا عرفه شخص قاضي أنا كنا سويا من طلاب إلى أن شيبنا رجل ما منتبي لا انتمى الحزب البعض قبل ولا انتمى لأي جهة سياسية أنا مدافع عنه ولا أني وكيلة ولا لأقبيل بعدين لما صدروا قرار بعد الاتخابات المجلس القضاء والمحكمة الاتحادية رحبت كل الجهات الفائزة حقاً الأخوة في التيار الصدري أخوتنا رحبوا بقرارات المحكمة الاتحادية لكن عندما أصدر القرارات بعدم عودة النواب أو إلى قرارات مخالفة يعني خونوا حقاً يعني هذا أمر مؤسف حقاً إدخال القضاء في المناكفات السياسية وهذا خطر جداً كل شيء ومصحيح القضاء أعطى هذه الفرصة لإقحامه في الصراع السياسي؟ إطلاقاً إطلاقاً القضاء ما متدخل نهائياً ما لا علاقة ما متدخل القضاء ما لا علاقة بأيجي صدر قرار ضد الإطار كانت عشرين قرار صدروا ضد الإطار عشرين دعوة باسم خشان جماعته وخسروها كلها كيف تنظر لهذا الاتهام من الثيار الصدري على أن القضاء الآن مسيس ويتعرض لضغط سياسي يدعم طرف معين على حسابي طرفي لا ما نتحدث مع حضرتك الآن شوف القوانين شوف القرارات يعني بالصفة القانونية يعني انتهام ليس صحيح حقيقة اتهام غير صحيح مجلس النواب جناب القاضي الآن دستوري بعد هذه الخروقات التي حصلت في أي مكان ينعقد فيه وفي أي مكان آخر ينعقد لا أنا ما أتحدث عن عمليات عن عقاد الجلسة أنه هو من مهنته الأساسية تشكيل الحكومة خلال مدة زمنية محددة هذا ما صار الآن هذا يأثر على شرعيته؟ لا لا اطلاعا لا ما يأثر على شرعية مجلس النواب المشكلة حقيقة فيه شخص رئيس مجلس النواب مدافع عن مؤسسة القضايا المفروض هو شلو اللي يمكن يسوي يدعو إلى عقاد جلسة ويجتمع البرلمان ونشكين حكومة موقته أو يبقي الكاظمي نفسه ماكو أي مشكلة هذا قرار رئيس مجلس النواب له قرار وطني هو سياسي يكون جاهزة لحضور الجلسة يدعو إلى جلسة وبعدين يحلون ما يحلون هاي بعد هاي مشكلة يعني قضية أخرى لكنه ما ده يأدي دوره بشكل صحيح يقعد بالأنظار يقعد يجتمع بالعشائر أبراك احنا شاك عشيرة ولا هو رئيس برلمان